كانت حفلة ساهرة من أعجب الحفلات ليس فقط لأنها جمعت بين بارنيت وبيشو وسط طبقة من أرقى طبقات الهيئة الاجتماعية في باريس وإنما كذلك لأن أرسل لوبين وعد بالاشتراك فيها وكانت صاحبة هذه الحفلة هي السيدة تيلار التي اشتهرت بأنها تملك أربع سيارات رولز رايس وماسة يقدر ثمنها بنصف مليون فرانك تتدلى من عقد فوق صدرها الذي كان بقالا حقيرا ثم جازف برأس ماله في المضاربات وارتفع في سنوات قلائل إلى صف رجال المال الذين يشار إليهم بالبنان وقد وضعت السيدة تيلار نصب عينيها بعد وفاة المرحوم زوجها أن تستمتع بحياتها وشبابها كما يحق لها أن تستمتع وأن تتبوأ في الهيئة الاجتماعية المكانة التي تؤهلها لها ثروتها الواسعة فكان حب الظهور هو غايتها والمال هو وسيلتها وقد استطاعت بفضل حفلاتها الساهرة والسياراتها الفاخرة والماسة الرائعة التي تتعلق فوق صدرها استطاعت بفضل ذلك كله أن تدس بنفسها في أوصات لم تكن تحلم بها قبل أن يتحول زوجها من بقال إلى رجل من رجال الأعمال والأعمال وعندما ابتعت السيدة تيلار تلك الماسة المشهورة باسم ماسة كريزر أعلنت الصحف هذا النبأ بحروف بارزة وقد قررت السيدة أن تتزين بالماسة الشهيرة لأول مرة في تلك الحفلة الساهرة التي أقامتها في قصرها ودعت إليها جميع أصدقائها وصديقاتها كان بارنيت يسير في صالة القصر الكبرى متأبطا ساعد صديقه المركيز دومباريا سفير إيطاليا في باريس الذي عرفه عقب حادث صرقة ملايين بنك إيطاليا حين التقت عينه فجأة بعيني بيشو وجمد مفتش البوليس في المكانه كأنه رأى شبحا ولكن بارنيت لم يعبأ به بل واصل الصير وهو يبتسم وبعد بضع دقائق حانت من بارنيت التفاتة فرأى بيشو يتعقبه وينظر إليه كما تنظر القطة إلى الفأر قبل أن تسب عليه والتقى المركيز دومباريا بسيدة يعرفها فحياها وأخذ يتحدث إليها وهنا شعر بارنيت بيد توضع على كتفه فنظر خلفه ورأى بيشو ينظر إليه شزرا فقال بارنيت مستنعا الدهشة أهذا أنت؟ ماذا جاء بك إلى هنا؟ فأجاب بيشو وماذا جاء بك أنت إلى هنا؟ يا الله ما أعجب أطوارك يا عزيزي بيشو أتجد من الغرابة أن أرافق صديقي المركيز دومباريا سفير إيطاليا في باريس إلى إحدى الحفلات الساهرة؟ فنظر بيشو حوله فنظر بيشو حوله ثم اقترب من بارنيت وقال له في صوت خافد اصغي إلي إنني مكلف رسميا بحراسة مدام تيلار والمحافظة على ماسة كريزر فإذا خطر لك فقاطعه بارنيت دعني أهنئك على هذه الثقة الغالية يا عزيزي بيشو وكن على يقين من أنني لن أتردد في مساعدتك في هذه المهمة الخطيرة إذا شعرت بحاجة إلى مساعدتي فنظر إليه بيشو شزرا وقال أنت قرأت الصحف بالتأكيد نعم ولكني لم أصدق كلمة واحدة مما ذكرته هذه الصحف عن رسالة التهديد التي تزعم السيدة أن أرسل لوبين بعث بها إليها مهددا بأن يصرق الماسة في هذه الحفلة لا تصدق لا تنسي يا عزيزي بيشو أن مادام تيلار امرأة مولعة بحب الظهور والشهرة وفي اعتقادي أن حكاية أرسل لوبين واعتزامه صرقة العقد الليلة ليست إلا زعما باطلا ترمي به السيدة إلى الشهرة لأنها تعلم أن أولئك الذين يطمعون في رؤية لوبين أكثر بكثير من أولئك الذين يطمعون في مشاهدة الماسة فقال بيشو مهددا لقد أردت أن أقول لك أنني لن أتردد في إطلاق النار على أي شخص تحدثه نفسه باختطاف الماسة فعجب بورنيت متحمسا هذا خير ما تفعل وفي اعتقادي أن لوبين لو علم بهذا القرار لا فكر مرتين قبل أن يختطف الماسة ولكن يا الله أنت فاجأتني مفاجأة أنستني أن أهنئك تهنئني؟ نعم أنا ذا أرى أنك ابتعت رباط رقبة جديدا فعض بيشو على شفته وهم بورنيت بالابتعاد وهو يبتسم فقال بيشو حدثني يا بورنيت ماذا جاء بك إلى هذه الحفلة؟ كن مطمئنا يا عزيزي بيشو إذا كنت تتوهم أن مادام تيلار تعتقد أنني أمهر من رجال البوليس في حراسة ماستها وأنها استدعتني لأقوم بهذه الحرازة فأنت مخطئ إن ذيارتي بريئة خالية من أي صبغة بوليسية وأنا على استعداد لأن أقسم لك بأن مادام تيلار لم تذهب إلى مكتب بارنيت وشركائه ومضى بارنيت في سبيله إلى حيث كانت مادام تيلار تتحدث إلى فتاة أنيقة رشيقة قالت مادام تيلار أرى أنك وحيد يا ميسي بارنيت دعني أعرفك بصديقة العزيزة الأنسة روزموند أرميتاج ابنة عم الكونتي تيرل إنها تجيد كل أنواع الرقص وأعتقد أنها يسرها أن تراكسك متى بدأ الرقص فحن بارنيت قامته باحترام أمام تلك الغادة الهيفاء وعندما رفع رأسه التقت عينه بعيني الفتاة ونظر كل منهما إلى الآخر بحدة قالت مادام تيلار فجأة يخيل إلي أنكما تقابلتم قبل الآن فأجاب بارنيت على الفور نعم لقد تقابلنا ثم تحول إلى الفتاة واستطرد ألم نتقابل في مطار بورجي يوم كان في نيتك السفر إلى أوستند فأجابت الفتاة بصوت خافد أظن ذلك وأقبلت في هذه اللحظة إحدى المدعوات وراحت تتحدث إلى مادام تيلار وعزفت موسيقى الرقص فأحط بارنيت خسر روزاموند بساعده قبل أن تسمح له الفتاة بذلك واجتذبها إلى حلبة الرقص قال بارنيت بصوت خافد هذه صدفة سعيدة ومقابلة غير منتظرة يا عزيزتي كاثرين لقد عرفتك بصعوبة ومن المؤكد أن بيشو لن يعرفك إنك تجدين التنكر كل الإيجادة وعندما رأيتك لأول مرة كان شعر رأسك أحمر وكانت عيناك سوداوين أما الآن فشعر رأسك أسود وعيناك حمروان وضحك فلم تجب الفتاة قال بارنيت لقد أنستني المفاجأة أن أهنئك لماذا؟ عندما كنا نتنازع عقدك ليما في مطار بورجيه كان اسمك كاثرين الحمراء ولكن الظاهرة أن الحظ ابتسم لك فجأة فأصبحت ابنة عمل كونتي تير وكانت الفتاة ترقص برشاقة ولباقة فضار بها بارنيت في حومة الرقص وأخذ يبتعد بها شيئا فشيئا ليخرج بها من الميدان فسألته الفتاة وماذا جئت تفعل هنا؟ فأجاب وهو يبتسم جئت لأشرب مجانا وأراقب زوجة البقالي وهي تحاول الصعود إلى القمة وأنت ماذا جئت تفعلين؟ جئت لذات الغرض الذي جئت أنت من أجله وصمتت لاحظة ثم أردفت هل أم بنا إلى الحديقة لنتحدث ولاحظ بارنيت أن الفتاة تعرف غرف القصر وأروقته وجميع مسالكه وقال لا شك أنك جئت لزيارة هذا القصر قبل الآن بالتأكيد إنني أحب دائما أن أعرف موضع قدمي ومما لا شك فيه أنك كذلك قد جئت لزيارة هذا القصر من قبل فأجاب بارنيت بل الأمر على العكس تماما هذه أولى زياراتي أنا لا أعض التفاحة مرتين أبدا حتى ولو كانت التفاحة تساوي نصف مليون فرانك حتى ولو كانت تساوي ضعف هذا المبلغ فأخرجت من صدريها علبة ذهبية وقدمت إليه لفافة ولكنه ابتسم وهز رأسه وقال إن لفافات التبغي التي تقدمينها لأصدقائك ليست من أجود الأنواع يا عزيزتي كاثرين دعيني أقدم إليك لفافة من لفافاتي فهزت الفتاة كتفيها وقالت اسغي إلي دعنا نطرح أوراقنا على الطاولة ونتكلم بصراحة إنك دخلت الآن هذا القصر بقصد الاستيلاء على ماسة كريزر ولا أكتمك أننا جئنا لهذا الغرض أيضا وقد ذكرت أن هذه أول مرة تزور فيها هذا القصر أما نحن فإننا ترددنا عليه مغارا ودبرنا خطتنا أحسن تدبير ومن المستحيل عليك أن تسبقنا إلى هذه الماسة كما سبقتنا إلى عقد كليمن فلماذا لا تنسحب بلا باقة وتتقهقر بانتظام فنظر إليها بارنيت بإمعان وظهرت على وجهه علامات التفكير وظنت الفتاة أن الفرصة سانحة لإقناعه فمست ساعده بلطف وقالت بصوت كله إغراء نعم لماذا لا تنسحب وتوفر على نفسك العناء والمخاطر أنت تعلمين يا كاثرين أنك فتاة فاتنا فهل يسوءك أن أطبع قبلة على شفتيك؟ إذا انسحبت من الميدان أعطيق خمسة ألاف فرانك فقطب بارنيت حاجبيه وسأل هل عدد زملائك خمسون؟ لكي يكون نصيبي من الغنيمة هذا المبلغ التافه؟ أستطيع أن أعدك بعشرة ألاف وأنا واثقة من أن شركائي لا يسمحون لك بأكثر من هذا المبلغ فأرسل بارنيت من فمه سحابة من الدخان وأجاب إذا عرضت علي أربعمائة ألف فرانك فإنني لا أقبل إنني رجل لا أشترى بالمال ولا أرضى بالانسحاب من ميدان العمل بأي ثمن أيتها الغريرة الصغيرة وصمت لحظة ثم سأل والآن ماذا في نيتكم أن تفعلوا بي؟ هل تحطمون جمجمتي كما أردتم أن تفعلوا في مطار بورجي؟ فلم تجب الفتاة بل أمسكت بساعده بقوة ونظرت في عينيه وقالت في صراحة وبصوت هادئ إنني لا أفكر في الإدرار بك ولكن يجب أن تعلم أنني أريد هذه الماسة وأريدها بإصرار وإلحاح وليس في وسعك أن تعلم كم أنا بحاجة إليها إنني طيلة حياتي لم أطلب قط معروفا من إنسان لأنني أعلم أن الرجال الذين يحترفون مهنتنا لا يصنعون معروفا لامرأة إلا إذا تقاض الثمن هذا المعروف ولكني أعلم الشيء الكثير عنك وأعلم أنك تختلف عن سائر الرجال فغمغم بارنيت هذه رواية تمثيلية جديدة يا كاثرين أمدي في حديثك إنني في أشد الشوق إلى معرفة الخاتمة فسألته في حرارة وإخلاص هل تعتقد أنني أريد أن أخدعك؟ هل تظن أنني أمثل دورا؟ لا أعتقد شيئا ولكني أريد أن أعرف غرضك من هذا الاستعطاف الحار قالت الفتاة بصوت حزين إن من حقك أن تظن بي الظنون من حقك أن ترتاب فيه ولو كنت مكانك ما فعلت غير ذلك ولكن اصغي إلي سأتحدث إليك في صدق وصراحة هل تعرف قيمة هذه الماسة بالنسبة إلي؟ إنني أريد الاستيلاء عليها لأطلق هذه الحياة القذرة التي أحياها بين اللصوص والأشقياء والمحتالين ستكون هذه الماسة آخر صفقة لي أسعى إليها ومن ثم أعيش هادئة ودع عيشة المرأة الفاضلة والزوجة الشريفة ثم أشاحت وجهها واستطردت بصوت خافد إن في نية أن أتزوج فعنظر إليها بارتياب وارتسمت على شفتي ابتسامة تهكم وسخرية وأمسك نفسه في الوقت المناسب عن أن يسألها عن رأي أزواجها العديدين في مشروعها الجديد غير أنه في الواقع لم يكن يعرف الكثير من دقائق حياتها الخاصة أراد أن يتكلم ولكنه سمع في هذه اللحظة وقع أقدام غريبة فنظر كل منهما إلى الآخر ثم أرهف السماء كان هناك رجلان يسيران بين أشجار الحديقة وقد سمع بارنيت أحدهما يقول أعتقد أن هذه الخطة أفضل بكثير من سابقتها وهنا بضرت من كاثر حركة كأنها تهم بالإتعاد إلى حيث كان الرجلان فأحاطها بارنيت بساعده بأسرع من لمح البصر وأرغمها عض البقاء ووضع يده على فمها ليمنعها من الكلام لم يكن ثم تشك في أن الرجلين كان من شركائها أرهف أذنيه وسمع الرجل الثاني يقول نعم أعتقد أن هذه الخطة ستوفر علينا كثيرا من المتاعب والمقادر ورأى بارنيت عود ثقاب بيضاء وأدرك أن أحد الرجلين يشعل لفافة تبغى قال الرجل الأول ولكن ماذا في نياتك أن تصنع بالفتاة؟ لا أعلم إنها فدعة نشيطة ورشيقة ومخلصة ولا عيب فيها إلا أنها بدأت تنظر إلى الزواج نظرة جدية وتصر على وجوب الاقتران بي بأسرع ما يمكن والرحيل معي بعد ذلك إلى لندن وماذا اعتزمت أن تفعل؟ إذا وفقنا الليلة فإنني أرحل معها إلى لندن غدا ولن يصعب علي أن أتخلص منها هناك إذا فعلت ذلك فإنها تضغن عليك وقد لا تتردد في الوشاية بنا لا أعتقد أنها تشي بنا وبعد فإنني في نياتي أن أراوغها وأتملص منها شيئا فشيئا حتى إذا هجرتها لم تشعر بوطأة القطيعة والذنب ليس ذنبي بل ذنبها لأنها تصر على الزواج إصرار فتاة الدير التي تقع في أول حفرة تنصب لها ونصيبها من الصفقة سأوف أسكتها ببضعة ألاف من الفرنكات إنها فتاة طيبة القلب كما قلت لك وساد بين الرجلين صمت قصير ثم قال سانيهما مهما يكن من أمر فهذه مسألة شخصية تتعلق بك وبها إن الساعة الآن الحدية عشر يجب أن أسرع إلى مقابلة ريموت ليطفق معه على موعد إطفاء الأنوار الكهربائية ومضى الرجلين في سبيلهما ولزم برنيت الصمت والسكون حتى تلاشى صوت وقع أقدامهما ومن ثم ترك الفتاة كانت الفتاة شاحبة اللون لاهثة الأنفاس وقد رأى برنيت دمعة كبيرة تتضحرج على خدها فهم كل شيء وأشعل لفافة تبغ سألتها هل سمعت؟ لم يكن هناك منص من أن أسمع إنني آسف لك يا فتاة هذان الرجلين من شركائك وأحدهما هو الذي كنت تزعمين الإقتران به فقالت بصوت متهدج نعم ثم استطردت مهما يكن من أمر فقد تأكدت أنت الآن من أنني لم أكن أرمي إلى خداعك يجب أن تحمد الظروف التي مكنتك من الوقوف على نيات الرجل الذي كنت تعقدين عليه الذي كنت تعقدين عليه كل آمالك في الحياة نعم وهل يهمك الآن أن يسبقني شركائك إلى الماسة؟ فعجابت هي التجز بأسنانها غيظا وحنقا كلا يجب أن نفسد تدبيرهم هل أمي بنا إذن؟ ووصل إلى صالة الرقص في الوقت المناسب للاشتراك في إحدى أشوات الرقص قال بارنيت وهو يدور بالفتاة بين الراقصين يجب أن لا نبتعد كثيرا عن مادام تيلار إن الأنوار الكهربائية ستطفأ في أي لحظة أين الرجلان الذين سمعناهما يتحدثان في الحديقة؟ أليس هما ذلك الشاب الأصمر الأنيق الذي يتحدث إلى مادام تيلار؟ والرجل الأشياب الواقف بالقرب منها؟ لم يكن بارنيت ينطق بالكلمة الأخيرة حتى انتفأ جميع الأنوار الكهربائية فجأة فساد صمت مطبق استمر لحظة قصيرة ثم ارتفع الضوضاء الكلام والضحق وفجأة ضوى صوت مادام تيلار وهي تصرخ النجدة النجدة فساد الصمت مرة أخرى وعادت مادام تيلار إلى السراخ عقدي عقدي أدئ الأنوار وسمع المدعوون في هذه اللحظة أنتا مزعجة أعقبها صوت سقوط جسم وأشعل عود ثقاب ثم عود آخر ثم أضيئت الأنوار الكهربائية فجأة كما أطفئت واتجه جميع الأنظار في الحال إلى حيث كانت مادام تيلار ورأى القوم أمامهم منظرا عجيبا رأى شابا أنيقا ملقى على الأرض وبالقرب منه رجلا آخرا أشيب رأى بارنيت واقفا ويده فوق فكه كمن تلقى لكمة شديدة وكان عقد مادام تيلار ملقى على الأرض بين هؤلاء الثلاثة فانحنت صاحبة الضار والتقطت العقدة بسرعة ولكنها ما لبست أن صرخت ما ستي ما ستي لقد فرقوا ما ستي وهنا شهد بيشو وهو يشق طريقه بين المدعوين إلى أن وصل إلى حيث كان بارنيت فألقى بيده على كتفه وصاح ما هذا ماذا حدث فأشار بارنيت إلى الشاب الملقى على الأرض وأجاب هذا هو الرجل الذي يجب أن تلقي القبض علي فإن الأنوار ما كادت تنطفئ حتى فقطعه الرجل الأشيب بأنصاح فأنت كاذب ثم تحول إلى بيشو وقال لقد كنت وقفا بالقرب من مدام تيلار عندما أطفئت الأنوار فهاجم عليها هذا الرجل وعشار إلى بارنيت وانتزع عقدها وحاول صديقي هذا وعشار إلى الشاب الملقى على الأرض أن يمنع فصحت مدام تيلار وهي تهز بيشو بعنف أين كنت يا ميسي بيشو لماذا لم تكن بمهمة المراقبة آه يا إلهي لن أرى ما ساتي بعد الآن فأجاب بيشو إن عسف شديد يا سيدتي لقد غدرت القاعة لأتناول قضحا من الماء ولكن كوني مطمئن فالصارق بين أيدينا قال ذلك ووضع يده على كتف بارنيت وقال له اسمح لي بأن أفتشك فنظر إليه بارنيت شزرا وقال إذا تركت هذين الرجلين يا ميسي بيشو فإنك تتورط في خطأ سوف تندم عليه لقد كنت في الحديقة منذ بدع دقائق وسمعت هذين الرجلين يتحدثان عن إطفاء النور فقهكها الرجل الأشياب وقال هذه قحة لم أسمع بمثلها في حياتي فاتشوا يا ميسي بيشو أنا واثق من أن الماسة معه وإنه يريد فقط أن يصرف الأذهان ويحول الأنظار عنه وهنا تقدمت كاثرين بين المدعوين وقالت بصوت هادئ ثابت كلا إن ميسي بارنيت لم يذكر غير الحقيقة لقد كنت معه في الحديقة وسمعنا هذين الرجلين يتحدثان عن إطفاء النور قال الرجل الأشياب بصوت يرتجف قليلا هذه الفتاة تهذي فأنا لم أذهب قط إلى الحديقة وكان الشاب الأصمر قد أفق من غشيته وسمع طرفا من الحديث فنهض وقفا وقال هذا صحيح إن أحدا مننا لم يذب إلى الحديقة هذا المساء ووقف بشوح إيران لا يدري ماذا يجب أن يفعل قال أخيرا موجها كلامه إلى مدام تيلار ها أنت ترين يا سيدتي أن هؤلاء السادة يتهمون بعضهم البعض فهل ترتابين في أحدهم بصفة قصة؟ فرفعت مدام تيلار رأسها بكبرياء وأجابت إنني لا أستطيع أن أتهم ديوفي بأنهم لصوص يا سيدي كان يجب عليك أن تقوم بواجبك أنت تعرف من ذا الذي هددنا بصرقة الماسة ففكر بشومليا ثم قال إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن يسمح لي هؤلاء السادة بتفتيشهم فابتسم بارنيت وأجاب هذا رأي صواب وتبادل الرجلين نظرة حائرة ولكنهما لذم الصمد أرجو مرافقتي إلى غرفة أخرى فضار بارنيت على عقبيه وتأهب للسير في إسر بيشو وعندئذ التقت عينه بعيني كاثرين فاقترب منها وقال إنك فتاة باسلة وقد لاحظت كاثرين أن صوته متغير ولم يحفل بارنيت بالأنظار المتجهة إليه ووضع يده على كتف الفتاة وقبل شفتيها قبلة فاضحة خدشت شعور الطبقة الأرستقراطية التي تسعى مادام تيلار للانتساب إليها كان بارنيت جالسا في مكتبه في اليوم التالي حين دخل عليه بيشو وكان مفتش البوليس مقطب الجبين تبدو على وجهه علامات التعب والتفكير فاستقبله بارنيت باتسامته الساخرة المألوفة وقال له مؤنبا دعني أعطب عليك يا صديقي بيشو إنك تصرعت في اتهامي بلا مبرر واثق أنه لولا الصداقة التي تجمع بيننا لما ترددت في مطالبتك بتعويد عما لاحقني من إهانة بسبب تصرفاتك التي تتنافى مع المنطق فسأله بيشو في هدوء أين الماسة؟ فانفجر بارنيت ضحقا واجاب إنك ألقيت هذا السؤال أمس ألم ينذرك لوبين بعزمه على سرقتها؟ فتهلك بيشو على أحد المقاعد وقال اصغي إلي يا بارنيت إن كل شيء قد انتهى الآن فأين الماسة؟ إنها اختفت من أمامنا وأنا واثق أنك تعرف كيف اختفت ألم تفتش ثيابي؟ عندما كنا في القاعة الكبرى كان صوتك عجيبا متغيرا وأنا واثق أن الماسة كانت في فمك وقت إذن ولكنك طلبت إلي أن أفتح فمي فنزلت على إرادتك ولم تجد في فمي شيئا فهز بيشو رأصه في حيرة وأجاب هذا صحيح ولكنها كانت في فمك قبل ذلك آهن يا إلهي كيف فاتني أن وضرب جبهته بيده فهتف بارنيت ماذا فاتك؟ فنظر إليه بيشو بغيذ وحنق وأجاب فاتني أن أفتش فم الفتاة بعد أن قبلتها فضحك بارنيت حتى استلقى على قفاء ثمت بحمد الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة